موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام من مدينة قلقيليا من منزل عائلة الأسير رائد أحمد الحوتري الذي يدخل بعد أيام عامه التاسع عشر في سجون الاحتلال جرى اعتقاله في الواحد والعشرين من مارس عام الفين وثلاثة وأصدرت محاكم الاحتلال بحقه حكما بالسجن المؤبد 22 مرة بتهمة تخطيته لعملية فدائية نفذها الاستشهادي سعيد الحوتري وأوقعت 22 قتيلا ونحو 100 إصابة وفيما يعاني رائد الحوتري من عدد من الأمراض والمشاكل الصحية وإصابة في عينيه لحظة اعتقاله يتعمد الاحتلال بالإهمال الطبي مما فاقم المشاكل الصحية لديه وأثر على حياته اليومية وحركته نتواجد الآن في منزل العائلة ومعنا عدد من أفراد عائلة رائد ونبدأ مع السيدة الحاجة أم باسم والدة الأسير رائد السلام عليكم خالتي حاليا لو نفترض أن رائد بيسمعك شو بتحبي تحكي لرائد أنا أم الأسير رائد الحوتري نعم رائد حاليا بيسمعك شو بتحكي له إن شاء الله يا رب ربنا بفرحك بالإفراج عنه قريبا إذن والدة الأسير رائد الحوتري حرمت طبعا من زيارة ابنها زارته منذ سنوات وحرمت من زيارته لفترات طويلة تعاني الآن من مشاكل صحية تصعب عليها الحركة وهي تنتظر على أمل أن يفرج عن ابنها قريبا نتوجه إذن لزوجة الأسير رائد الحوتري السيدة أسماء أهلا وسهلا لو تضعين بداية في صورة الوضع الصحي لزوجك رائد بسم الله الرحمن الرحيم أوليش بوجه كل شكري وتحيطي لقناة الجزيرة مباشرة اللي بتحرص على نقل الأحداث ساعة بساعة والخبر الصادق بموضوعية وشفافية وشكرا لكم وخاصة إنكم تهتموا في قضية مفصلية قضية مهمة وهي قضية الأسرة زوج الأسير رائد حوتري بداية يعني هو البطل المجاهد الذي يقبع في سجن إيشل أمضى في سجنه ثمانتاشر سنة وهي على أبواب دخول في 21 ثلاث اللي هو ذكرى اعتقاله بدخول اللي هو التسعتاشر عام زوجي يعاني من مشاكل صحية وخاصة في ظل الإهمال الطبي المتعمد الذي يتعامل به جنود الاحتلال مع الأسرة كافة حيث لا علاج لا مسؤولية لا اهتمام بالأسرة بداية أصيب زوجي أثناء اعتقاله بدمدم في فوق جفنه عند عينه وتفتفت ولحد الآن الشضايا موجودة في وجهه ما كاموها وهذا اللي هو فاقم قضية قسر النظر عنده يعني هو يعاني من قسر النظر حاد هو يحتاج إلى زراعة قرنية حتى يعني تنحل مشكلته وهو ينتظر وان شاء الله يعني بكون الفرج بنتأمل انه يفرج عنه حتى يتعالج من هذه الناحية ناحية أخرى يعني يعني يعاني من مرض النقرس وعنده ارتفاع في الدهون في الدم نسبة الدهون في الدم أيضا من جديد يعني من ثاني بس اللي هي ارتفاع السكر في الدم قضية السكر هاي جديد وطبعا لا علاج فيش أكل يعني مريض السكري بده أكل خاص بده حمية خاصة وطبعا في السجن هاي كله محدود ما بقدر الواحد يتمكن انه يأخذ الأشياء اللي بتحميه والأشياء اللي بتحافظ على صحته الأسنان وما أدراك ما الأسنان هوات بيعاني منها كل الأسرة فيش عندهم يعني ان وجعت الواحد طحونته خلع فيش عندهم أي اشي غير انه يخلع لهسن أو الطحونة إذا وجعته فهذه برضو اللي هي مشكلة مشكلة عامة الأسرة قضية الأسنان فهو يعني احنا يعني بنناشد يعني انه كافة الجهات انها تهتم في قضية الأسنان قضية علاج الأسرة قضية الاهتمام بصحة الأسرة نعم بس معلش لو تحكي لنا بس عن جزئية النظر عند رائد كيف بيتعامل داخل السجن من ناحية الإبصار كونه هو كمان إنسان قارئ ومثقف وباحث خبرنا شوي عن الجزئية الخاصة في النظر نعم زوجي يعني قارئ بحب القراءة بشكل ومطالعة بشكل كبير إنسان مثقف يعني لدرجة كبيرة كبيرة صح هو يعني مشكلة النظر بتأثر عليه بس هو يعني لما يحس إنه تعب بترك كل إشي ويصير النظر يوجعوا إشي يعني بتحدها هاي الشغلة بالرغم يعني بتعب وبصعوبة بصعوبة وبمارس خلص دراسته الحمد لله دورات دائما يعني بوخد دورات علاقات عامة أخد حوالي أربعين ساعة جديد هذول هذول الجداد إدارة برضو خلص دورة إدارة وهي إن شاء الله بدي سجل الماجستير إن شاء الله طبعا بصعوبة يعني لو في علاج بكون الوضع أحسن بعطي دورات في السجن الحمد لله ماشي يعني الأمور غير هيك ما بتمشي في السجن نعم إذن هو مستغل لوقته بشكل كبير بالبحث والقراءة وما إلى ذلك طيب لو تحكي لنا عنك أنت كزوجة أسير حصلت على درجة الماجستير ومن ثم الدكتوراه خلال سنوات أسير زوجك شو البعد الآخر غير البعد العلمي لتفوق زوجة أسير أوليش الحمد لله يعني بوجه كل الشكر وكل التحية لزوجي هو أكبر داعم إلي ما بقوله وراء كل إمرأة رجل عظيم يعني أنا بقولها يعني هو داعم إلي بشكل كبير يعني عنده العلم هو بكل بشوف حالي فيك يعني أنت اللي بتكمل رسالته وهذا يعني كثير كان رفع معنويات إلي واللي خلاني أكمل اللي هي الدراسة الحمد لله يعني الإنسان ما بيوقف في عند نقطة معينة الإنسان بظل يتطور خاصة كزوجة أسير لازم نثبت حالنا لازم نتحدى نعب بوقتنا نكون يعني مشكي زي أي رقم في المجتمع الإنسان يكون له مكانته تكون له قيمته يعني إفادته للناس وخدمته لمجتمعه بعلمه ودينه والحمد لله يعني هو يعني أكبر داعم يعني أنا بوجه له التحية والشكر من خلال من باركم طيب نتوجه لشقيقة الأسير رائد يعني رغم غياب الأسير داخل السجن ولكن ببقى حاضر في حياة أهله احكي لنا شو بيمثلك رائد واحكي لنا كمان عرفينا بحضرتك شكراً أنا ميسون أحمد الحوتري أم مصعب أخت الأسير رائد الحوتري باهدي سلامي لأخي الحبيب رائد بحكي له إحنا مشتكين لك كثير أنت دائماً داعم إلنا بنأخذ منك الصبر والثبات والعزيمة ما إن شاء الله عنك الكل بسلم عليك زوجي وأولادي مصعب وزوجته وإناس وزوجها ولواء من داخل السجن العوفر بهديك السلام ودانة ورغد إن شاء الله بنتأمل صفقة مشرفة بتطلع أنت وإخوانك الأسرة إن شاء الله وبتكون في أقرب وقت إن شاء الله بيننا وبين زوجتك وبين أمك وبتفرح في ولادك إن شاء الله وبتزوجهم إن شاء الله في أقرب وقت إن شاء الله رب العالمين شكراً جزيلاً طيب أنا بدي أنتقل كمان لإبنة الأسير رائد حور حور لما انسجن والدها كانت لسه مش مولودة هي انولدت بعد سجن والدها بأيام وهي الآن في مرحلة الدراسة في الثانوية العامة احكي لنا شوي عن هاي المرحلة يا حور كونها مفصلية في حياة أي طالب ولكن دائماً فيه هناك خصوصية لحالة غياب الأب داخل السجون احكي لنا كيف بتتواصلي مع والدك بخصوص الدراسة وكيف الدافعية لإنجاز هذا العام تفضل السلام عليكم أنا ابنة الأسير رائد حوتري طبعاً فترة التوجيهة أكيد صعبة على كل حدا وفترة دراسية يعني ومفصلية منحاول نتعب ومندرس مشان نحقق الحلم اللي بدي ومشان أفرح أبوي أجيب المعدل اللي هو بدي ولي أنا طبعاً بدي وطبعاً يعني بغيابه بأثير علي أنه كوني أنا توجيهة أنه ما في دعم مادي وما في أنه يحكي لي إشجعني على الدراستة وطبعاً إله دوري كبير طبعاً أنا بحاول أتخطى هذا الأشي وأدرس وأتعب مشاني ومشان أفرحه إن شاء الله تمام طيب نتعرف كمان على الصبايا بنات أخوه لرائد عرفونا بنفسكم من فضلكم وبيدي توجهوا كلمة لرائد لو كان بسمعكم تفضلوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا بيسان حوتري ابنة أخي الأسير رائد الحوتري طبعاً بوجه تحية كبيرة لعمي الغالي دائماً يعني في زي هك مواقف نكون عاجزين محتارين كيف ننعبر عن حبنا وعن معزة عمه في قلوبنا الله يرضى عنه يعني هو كثير مشجع وملهم ومحفز لإلي عن جد يعني في كل أمور حياتي دائماً معاي يعني بالرغم من بعده إلا إنه قريب فأنا يعني عن جد بوجه له كل الشكر ومحبته عن جد كبيرة وما بتعبر عن هالكلمات بحب أطمنه عني وعن الدراستي وعن أحوالي كلها الحمد لله تمام أملنا بالله دائماً كبير إنه ربنا يكرمه ويمن عليه بالحرية عن قريب فش عندي كلام غير إنه منحبك كثير يا عمه وإن شاء الله ربنا بجمعنا عن قريب وهي آية بدهت يحكي أنا آية حوتري بنت أخوه للأسير رائد الحوتري بوجه له تحية كبيرة وبحكي له إنه إنت يعني عن جد في إليك حصة كثير كثير كبيرة في قلبي وبحبك عن جد إن شاء الله يعني بتمنى في السنين الجاية تكون بيننا وكل عام وإنت بخير بمناسبة عيد ميلادك وإن شاء الله إنه عيد ميلادك الجاي بتكون بيننا ومنفرح فيك شكرا جزيلا لكم طيب أنا بدي أنتقل الآن لمقداد ابن الأسير رائد مقداد يعني إنت وعيد ووالدك داخل السجن ولكن هذا ما وقف أمام سير حياتك من ناحية علمية من كل النواحي حكي لنا شو بيمثل غياب الأب ولكن حضوره بالإرادة بينكم تفضل السلام عليكم طبعا أنا ابني الأسير رائد حوتري طبعا يعني هذا الإشي إنه هو إحنا أنا يعني تربيت بعيد عن أبوي ووجهت كثير تحديات وصعوبات وشياء كبيرة يعني غير لما يبكى أبوي عندي طبعا يعني واجهت مثلا وتحديات علمية في كل الإشي هين الحمد لله يعني أخذ في الجامعة وخلص التوجيه وفي الجامعة وطبعا طبعا بحب أهدي لك كل التحية والإحترام ونقول لك لكل مشتاك لكل بحبك وإن شاء الله الفرج قريب وسلم على كل اللي عندك والله يرضى عليك يا أبا شكرا لو بدي أسألك كمان عن بداية تعرفك على والدك كونه هو مش موجود بالسجن تذكر لي شوي مرحلة الطفولة يا مقداد تحكي لنا كيف بتكون صورة الأب لما يكون أسير وابنه صغير بالعمر طبعا يعني بواجه خصوصا الأبن بواجه كثير تحديات إنه يعني بروح على الزيارات وبتغلب غلبتهم غلبت اليهود وبواجه تحديات كثيرة طبعا أنا تعرفت عليه يعني يعني أنا عرفته وهو في السجن لما أنا أروح زرته من وراء الكزاز يعني نحكي بتلفون وهو تلفون يعني من وراء الكزاز هيك تعرفت عليه فواجهت كثير كثير تحديات حتى كنت وأنا صغير ما يرضوش فوتوني عنده مثلا نأخذ صورة نأخذ إشي بالمرة شكرا جزيلا يا مقداد نتمنى أن يكون اللقاء فيه على أرض الواقع قريبا بدي أعود لسيدة أسماء زوجة رائد يعني في كتير تفاصيل بيمر فيها الأسرة ابتداء من تفاصيل حياتهم اليومية للتجارب القاسية اللي بيطلقوها وأصعبها تجربة فقد أحد الوالدين ورائد فقد والده خلال أسره احكي لنا عن هذه التجربة كيف مرت على رائد ولش رائد يعني كان والده يروح يزوره وبتعرفوا يعني كديش الوالد بعز على الإبن بشكل كبير كان والده والده يروح يزوره فجأة هيك يعني مرض الوالد وتوفى فكثير تأثر عليه جدا جدا يعني وحزن عليه يعني هي عن جد يعني صعبة صعبة ومعرفش يعني كثير كانت الفترة هذيك في السجن لما بلغ من خلال حتى الأسره يعني ما كدروا انتصلت على السجن ولا حدا كدري كله الخبر يعني بعيدها بوين يعني بفترة هيك كعدوا معاه وتمهيد للإشي حتى وصلوا له الخبر وكان زي يعني إشي فاجأة يعني بالنسبة له والحمد لله يعني هاي صنت الحياة بالظل والمؤمن يعني بتحد نعم طيب احكي لنا شوي عن المناعة النفسية عند رائد كيف منعته النفسية بتقيميها كيف معنوياته بهالأوقات معنويات رائد الحمد لله دايما عالية جدا اصلا الأسره كلهم بأخذوا معنويات منه هو إنسان يعني ضحوك إنسان نوكيته إنسان زي ما بيقول بيخليش على القلب هم ما بيصدقه الأسره وهو يروح عندهم دايما حتى في أقسام السجن دايما يطلبوا تعالى عنا فكثير هو بتنقل من غرف لغرف ومن قسم لقسم فالحمد لله يعني فهاي صاحب الفكاهة والنقطة حتى يعني بيقضوا وقتهم يعني راضيين الحمد لله في إشغالهم كمان وقتهم بأشياء مفيدة هذا كله بخفف فالحمد لله يعني هو أمله برب العالمين كبير كبير وإحنا بننتظر هو كمان بنتظر الفرج من رب العالمين وعسى أن يكون قريبة يعني من يعتبر أنه انتظارنا للفرج وصفقة مشرفة إن شاء الله إحنا في عبادة لله عز وجل نعم إن شاء الله شكرا جزيلا بدي أشكلكم جميعا على تواجدنا على تواجدكم معنا اليوم إن شاء الله تكون هالرسالة تفضلي خالتي نعم ما أنت تفضلي سلام عليكم أنا أمي الأسير رائد الحوتري تشيف حالك يا رائد إن شاء الله أنك بخير إحنا بنشتاكين لك تسير إن شاء الله أنك بتطلع الله يرضى عليك وفي أسرك كريم يا رب إن شاء الله نتمنى خالتي شكرا كثير على وجودك معنا شكرا لكم جميعا بتحب تضيفي إشي سيدة أسماك بس أوجه كل التحية لزوجي وكل المحبة والتقدير وللأسرة أيضا كلهم اللي في كافة السجون والمعتقلات وإن شاء الله كلهم في منزال حسناتهم من كلهم منكم تعلمنا الصبر منكم تعلمنا أخذنا الهمة العالية وإن شاء الله بيكون يعني رب العالمين لن يضيع أجركم والفرج قريب بإذن الله وإن شاء الله رب العالمين بفرحكم بالحرية وبفرحنا معكم في أقرب وقت والسلام عليكم شكرا جزيلا شكرا لكم جميعا إذن هي واحدة من مئات العائلات الفلسطينية التي تنتظر بفارغ الصبر بألم وأمل تنتظر موعد أبنائها مع الحرية ودائما تكون الأمنية ودائما الأمل بأن يكون ذلك الموعد قريبا بإذن الله نشكر لكم طيب المتابعة إلى هناك نكون قد أنهينا هذه النافذة من منزل عائلة الأسير رائد أحمد الحوتري ترجمة نانسي قنقر